بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وابناء طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي من التعليم المستمر في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ مادة الحميدان درسنا لهذا اليوم رح يكون جانب مهاري لهو صد الكرة بوجه وظهر المضرب ورح نتعلم جانب قانوني مهم في القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم لعبة الكرة الطاولة أو كرة الطاولة من تطلبات النشاط البدن يجب عليك حتى تمارس الرياضة أن تنام مبكرا حتى تموت جسمك بالطاقة وتجنب السهر تنام ثلاثة وجبات صحية في المنزل المكان المناسب والآمن لممارسة الأنشطة الرياضية ولبس الملابس الرياضية أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية شرب كميات كافية من الماء حتى لو لم تشعر بطلع العطش خصوصا أثناء وبعد ممارسة النشاط الرياضي حتى نعوض السواء اللي يبقدها الجسم من خلال عملية التعرق أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية بعد ذلك نمارس أي نشاط رياضي حتى نحصل على فوائد كثيرة أهمها أن تحسن نيقتك القلبية التنفسية وتحسن صحة عقلك ومزاجك تحافظ على وزنك الصحي وتقيك بإذن الله من أمراض عدة كأمراض القلب والسمنة والسكر من الدرجة الثانية وتخليك قادر على ممارسة جميع أنشطتك خصوصا الرياضية بأننا تكلمنا عن أهمية الرياضة أول تمريم معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان على القدمين قف وقفين في مساحة آمنة ومرتدين الزيال الرياضي مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسعة عشر يعطيكم العافية أبطال ننتقل التمرين الثاني تمرين سكوات القدمين شيران للأمام واليدين أمام مقدمة الجسم من حيث التوازن نفتح القدمين بالتساع الكتفين أوسع قليلا والنظر للأمام النزول ببطء والصعود ببطء بعد واحدة أبطال جهسيين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال التمرين الثالث القفص على أمشاط القدمين مع بعض أبطال التمرين جماعة أبطال تمرين جماعة أبطال واحد سبعة ثمانية تسعة عاشر أعطيكم العافية يا أبطال ننتقل الآن لجانب الإطالات نبدأ تمريننا الأول ضمن القدمين بالشكل هذا ثم نزول ومحاولة تثبات على هذا الوضع لمدة 20 ثانية الأهم أن لا تثني ركبتين أثناء أداء التمرين تكون ممدودة بالشكل هذا ولا يكون فيها انثناء يا أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال آخر تمرين مع العضلة الأمامية للفق من خلال اتكاع على جدار وعلى جسم ثابت يا أبطال سحب القدم اليمين باليد اليمنى واليد اليسار باليد اليسرى نبدأ بالقدم اليمين مع بعض يا أبطال تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لقدم الأخرى واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال كده نكون انتهينا من أداء التمرين الرياضية دائما حافظ على تمرين الإحماق قبل ممارستك أي نشاط بدل مرتفع الشدة لو بتلعب كرة الطاولة بما أن مهرتنا في كرة الطاولة أكيد رح يطلب جهد عالي جدا يا أبطال خصوصا إذا طال وقت اللعب لذلك يجب أن تهيئ عضلاتك بدل أن تبدأ من فترة خمول إلى مجهود بدل مرتفع الشدة تدرج في أداء المهارات حتى تهيئها للمجهود بدل مرتفع الشدة بعد ذلك تجري إحماع خاص للجانب اللي رح تأدي فيه غالبا إذا كنت تمسك المضرب بليد ريمنى رح تركز أكيد على يدين خصوصا الجانب الأيمن وهكذا في أي رياضة نركز على الجانب اللي رح نستخدمه في الرياضة نفسها هي أبطال خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم ماذا نقصد بصد الكرة بوجه وظهر المضرب؟ هي أحد أهم المهارات في كرة الطاولة يجب على كل لعبي كرة الطاولة معرفة الطريقة الصحيحة لأداء المهارة المهارة هي أبطال باختصار صد الكرات القادمة المنافس بوجه المضرب وبظاهر المضرب ورح تستخدمها كثيرا في أداء لعبة كرة الطاولة خلونا نشوف خطوات فنية خطوات الفنية لصد الكرة بوجه المضرب يتخذ الموادي وقفة الاستعداد وقدم الرجل الحرة متقدم عن الأخرى وكتفه مواجه نحو الطاولة يجب عليه أن يتخذ موقفا بحيث تسقط الكرة إلى جانب جسمه المستخدم لضرب الكرة أي أبطال قدم الحرة أنا إذا أمسك المضرب باليد اليمين قدم الحرة رح تكون قدم اليسار الجانب الأيسر هو الحري أبطال رح يكون متقدم وكتفه مواجه إلى الطاولة هذا أول الخطوات الوقفة الصحيحة معناتها تهيى لأداء المهارة بشكل صحيح اثنين تسحب اليد الموادي للخلف بعد لمس الكرة سطح الطاولة يكون وجه المضرب مائلا للأسفل وتضرب الكرة عند وصولها إلى أعلى ارتداد لها يا أبطال يكون المضرب يا أبطال بالشكل هذا يسحب للخلف وتضرب الكرة عند وصولها إلى أعلى نقطة حتى أتأكد من إيصالها بشكل يصعب على المنافس رد دائما لا نحاول ضرب الكرة بشكل سريع يا أبطال تختلف الكرات القادمة إذا تطلب صد الكرة يفترض أن تنتظر حتى تصل إلى أعلى ارتداد لها يا أبطال عند الانتهاء من الضربة تمتد الزراع المؤدي للأمام باتجاه الكرة إلى أن تصل أمام وجه المؤدي أو تجتازه إلى جهة اليسار نقل مركز ثقل جسم من القدم العكسية إلى الأخرى مع لف الجدع من اتجاه ضرب الكرة إلى اتجاه المعاكس أي يا أبطال لما أكون بالشكل هذا مجرد ما أضرب الكرة يا أبطال أكيد أني بعدها أعود للوضع الطبيعي وتنتقل ثقل الجسم يا أبطال من القدم الخلفية إلى الأمامية أو يكون وزع قدمين بانتظار الكرة القادمة الأخرى من المنافس نشوف فيديو صد الكرة يا أبطال شوف دائما الطالب بوضع الاستعداد حتى يكون متابع للكرة بشكلين صحيح يا أبطال هذا بوجه المضرب يا أبطال أما بظاهر المضرب يكون وقوف المؤدي خلف الكرة تماما ورجله المعاكسة إلى الأمام عند تنفيذ الضربة بجانب الكرة كما في الضربة الأمامية يا أبطال أي أبطال القدم تكون المعاكسة يا أبطال اللي هي قدم اليسرى رح تكون مواجهة وأقرب يا أبطال مثل ما تكون بالضربات الأمامية يا أبطال تسحب الذراع المؤدية إلى جانب الجسم بالتجاه الورك إلى الجهة الأخرى وتكون القدمان متبعدتان أثناء سحب الذراع ومرجحة ريد المؤدية إلى الأمام باتجاه الطاولة لضرب الكرة عندما ترتد إلى أعلى ارتداد لها وأكيد بعد الانتهاء من عملية الضرب تمتد الذراع المؤدية ويدور الساعد باتجاه الطاولة غالبا الضربات الخلفية تتشابه بالوقفة يا أبطال وأكيد بحركة ريد ولكن تختلف بشكل الضربة فأكيد لو كانت ساحق رح يكون مضرب متجه إلى أعلى ولو كانت يا أبطال قاطعة رح تكون أسفل أما بصد الكرات رح يكون باتجاه الورك يا أبطال حتى أستطيع فقط صد الكرات بوجه المضرب الخلفي وهنا النوه دائما أنه كثير من ممارسين لعبة خصوصا الهوات يلعب بوجه المضرب الأمامي فقط حتى لو أتت بالاتجاه المعاكس يستخدم وجه المضرب الأمامي وهذا خطأ ولن تتطور في أداء المهارة حتى تتعلم الضربات الأمامية والخلفية على حد سوائع بطل شوف هنا البطل كيف يؤدي الضربات الخلفية بشكل صحيح القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم اللعبة لكل لعبة قانون يجب على كل لعب الالتزام به حتى لا يقع بالأخطاء التي تكلفه خسارة المنافسة وفي كرة الطاولة قوانين يجب على اللعب معرفتها حتى يلعب بشكل جيد حتى لو كنت تمتلك جانب مهاري عالي جدا عدم التزامك في القانون قد يكلفك خسارة المنافسة فاحفظ القانون ودائما حاول الالتزام به قدر الإمكان يا بطل الإرسال السليم عند بداية الإرسال يجب أن تكون الكرة ثابتة ومستقرة على راحة اليد الحرة للمرسل وهي مسطحة ومفتوحة مثل ما احنا شايفين في الصورة هنا يا أبطال تكون يدك مفتوحة والكرة تستقر على يدك وهي مفتوحة ومسطحة يقوم المرسل برمي الكرة الأعلى باتجاه عمودي دون تدويرها بارتفاع لا يقل مسافة عن 16 سنتيمتر بعد تركها لليد الحرة وتسقط بعد ذلك دون لمس أي شيء قبل ضربها أي تستقر الكرة على تكون اليد أبطال وهي مفتوحة تكون واضحة لللاعب المنافس ترفع الكرة بحد أقصى إلى 16 سنتيمتر ولا تلمس أي شيء لا لنبس اللاعب ولا جسم ولا حتى الطاولة قبل ضربها بالمضرب تلمس ضربة أكيد في ملعبك ثم ضربة في ملعب اللاعب المنافس وبعدها يأتي الرد السليم أيضا من الإرسال السليم أثناء سقوط الكرة يقوم اللاعب يضربها بحيث تلمس سطح طاولة أولا مثل ما ذكرنا ثم مرورها من فوق الشبكة يقوم اللاعب المستقبل بعد أن تلمس سطح ملعبه بصدها يجب أن تكون الكرة فوق سطح الطاولة منذ آخر لحظة تكون فيها الكرة مستقرة قبل رميها حتى ضربها من قبل المرسل ولا تحجب عن المستقبل بأي جزء من جسم المرسل أو ملابسه أي من حاول دائما أن نستخدم جسم للتمويه حتى لا يرى اللاعب المنافس الكرة أبطال بل يكون هناك وضوح تكون الكرة واضحة على يد ترفع عاليا بعد ذلك تضرب بالمضرب أبطال تلمس سطح طاولتك ثم تنتقل فوق الشبكة إلى سطح طاولة اللاعب المنافس ثم يضربها مرة أخرى ثم يأتي الرد من كل لاعب حتى يفوز أحد اللاعبين بالنقطة بالشكل هذا يا أبطال مجرد ما أمسها تكون تضرب طاولتي أولا تنتقل من فوق الشبكة أبطال لللاعب المنافس يتم صدها ثم نقلها يتم نقلها إلى ملعب اللاعب الآخر ثم بعد أن تلمس سطح طاولتي أنقلها مرة أخرى إلى الجهة المقابلة وهذا يتم تبادل اللعب الشوط يفوز اللاعب بالشوط إذا سجل 11 نقطة ولكن بفارق نقطتين عن المنافس أي إذا وصلت المباراة إلى 10 عشرة يفوز اللاعب اللي يحقق نقطتين تنتهي المباراة عند النقطة 12 وعند وصولها إلى 11 11 يا أبطال يفوز اللاعب الذي يحقق 13 المباراة تنتهي عند النقطة 11 ولكن بشرط تكون بفارق نقطتين أو تستمر المباراة بعد ذلك حتى يفوز أحد اللاعبين بفارق نقطتين مراجع الدرسنا لهذا اليوم الفيديو المرفق هو لمهارة صد الكرة بوجه أو بظاهر المضرب أبطال شوف الإجابة أحسنتم بوجه المضرب في كرات الطاولة السؤال الثاني يفوز اللاعب بالشوط إذا سجل 11 أو 12 نقطة بفارق نقطتين عن المنافس شوف الإجابة مع بعض أحسنتم 11 نقطة وبشرط أن تكون بفارق نقطتين عن المنافس في ختام الدرس أبطال تعلم المهارات أبطال وتعلم القانون حتى ترتقي بمستواك ودمتم بصحة ونشاط